تستمر قوات الاحتلال في عرقلة المساعدات الإغتية التي تعمل مصر على تبهيزها ودخولها ودخولها ضمن نهج قوات الاحتلال لتعزيز حالة الجوع والتهجير بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطع غزة ولازلت المجهودات المصرية لإدخال مئات الشحنات والعربات المحملة بالمساعدات من العريش وأمام بوابة رفح المصرية في محاولة لتخفيف ويلات الحرب عن كهل الأشقاء في قطع غزة المزيد يطلع عليه كاريم بيبرز مراسل تلفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل ملف المساعدات الإنسانية التي تذهب إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطع غزة هنا من مدينة العريش وبجانب المركز اللوجستي نرى مئات وعشرات الشاحنات المليئة بآلاف الأطنان المحملة بيئة المساعدات الإغاثية والمساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية وأيضا المستلزمات اللوجستية بشكل عام متوقفة هنا منها من توقف لفترات طويلة أو منها من تم رفض أكثر من مرة من جانب قوات الاحتلال لكن هذه المساعدات المتواجدة هنا على الأراضي المصرية أو في المركز اللوجستي جاءت بمجهودات مصرية إما باستقبال المساعدات من 29 دولة و14 منظمة أو حتى أكثر من 80% أو ما يقرب من 80% من هذه المساعدات جاءت أيضا من الأراضي المصرية لكن مجهودات تحميل هذه المساعدات واستقبال هذه المساعدات ونقلها أيضا إلى الأشقاء الفلسطينيين عبر بوابة معبر رفحة المصرية متجهة إلى معبر كرمة أبو سالم هي مجهودات مصرية خالصة لكن قوات الاحتلال ما زالت تتعنت وتعرقل وتمنع دخول هذه المساعدات الإنسانية بشكل عام بسبب أنها تحاول أن تعمل على تهجير الفلسطينيين قصرية من قطاع غزة أو حتى في بعض الأحيان وضع أسباب المجاعة أو التجوية حتى تطر المواطن الفلسطيني للتحرك من قطاع غزة أو يلجأ في النهاية إلى الموت من الجوع وهذه هي تحركات أو منهج قوات التي بشكل عام في قطاع غزة المجهودات المصرية بشكل عام لا تتوقف إما بهذه المساعدات أو حتى باستضافة جميع الأطراف المعنية هنا على الأراضي المصرية مثل استضافة اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدير الـ CIA أو رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية هنا في القاهرة أيضا لمناقشة آخر التطورات الخاصة بقطاع غزة وتضفق المساعدات وأيضا يعني الصراع على الأراضي اللبنانية هذه الصورة من العريش والآن أعود عليكم مرة أخرى